ما هي أسباب الثبات في الدين؟ العلم بالله لا يعين شيء على الثبات في الدين مثل العلم بالله من عرض الله حقاً نال لذة السجود شعر بلذة التسبيح يستحي من الله أن يرجع بعد أن وصل جاء في الحديث عن دبي داود أن نوحاً لما حضرته الوفاة جمع بني فقال يا بني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله أوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاكم عن الشرك والكبر لو أتيت بأي رجل عياذاً بالله شرب الشراط نال من النساء مرادة سهر في مواطن يسهر فيها يسهر فيها أهل الهجوم وقع منه هذا نقول مثلاً في زمن مضى إن قدر أن هذا الرجل رزق تقوى تاب ثم قدر وهذا من لوازم التوبة أن يسجد لله فلو كان منصفاً لأخبرك أنه لا لذة تعدل لذة السجود لله رب العالمين بفضل يعني فالحمد لله على فضله وكرم ينسل الله حسن الختام عصمنا الله من اللذات الحرام صغاراً وكبار لكن مع ذلك نحن نجزم يقيناً مع أن الله حفظنا كما حفظكم من اللذة الحرام لكن نجزم أنه لا شيء يحتل لذة السجود لله جل وعلا فإذا ارتفع أن يجعلها في الأرض في التراب إجلالاً لله فإنه لن يعدم من الله رحمه فرعون كان يقول أنا ربكم الأحلى فالله لما بعث موسى وهاروه قال لهما قول له قولاً ليناً هذا وهو يقول أنا ربكم الأحلى فكيف بعبد أظلم عليه الليل كأي شاب منكم وصنحها الليلة أطفأت النور لتنام ثم أخذت فراشك ثم تذكرت جلال الله ولا سبيل إلى رؤية الله لكن هناك سبيل للقيام بين يديه فأطعدت للنور ودعبت إلى مكان متوك فتوضع ثم وقفت تقرأ القرآن ثم فجدت قسماً بمن أحل القسم لا يوجد شيء في الدنيا من لتا أعظم للسجود الله يقول لنبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقرأ وتقلبك في الساجد قال ربنا يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة مبصار ترقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالموا أنت الآن تدعى للسجود وأنت سالم فحتى تستطيع أن تسجد يوم القيامة أسجد في هذه الدنيا اختياراً وأنت تريد وجه الله وطوبى لعبد أنار قبره قبل أن يدخله وأرضى الله قبل أن يلقاه وصلى قبل أن يصبى عليه